اذا مشاهدي شوف تيفي تحياتي وتمارك الله عليكم اذا اخوان اخوات كما كتعرفوا احنا في ضل ارتفاع الاسعار ومجموعة المشاكل اللي كان يعاني ومنها بعض المواطنين مطارقة الحال اذا كان شوفوا هذا السيدة هذي اللي عندها مجموعة هذه المشاكل بسبب طبيعة الحال احنا كان عارفو الناس البروساطة اللي قد جمع فيهم الورقان الدو خصوصا الكهرباء اللي ما قدروا جنس تغنو عليه ما كيقدروا جنس تغنوه مجموعة عن امور بحراج كافة ويخلصوا الكرياب بحراج كافة ويخلصوا الكرياب يعني دائما كتخرجوا بشي حاجة في الطريق لما كيقدروا للأسف انهم يعني يوفرواها وكيت تغلوك ولا اي واحد اخوتي اخواتي كي يوقف معنا هنا يعني قناة شوف تيفي الا انه كره فكر وفكر 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 عجب يعني كين احراج كين مجموعة عن امور كين نسلي ما تغطراش يعني بزفت الحواج اذا اليوم غدي نستبع القصة ديالها تسيدة اللي رها معنا والمعاناة اللي كاتعنية واحد انسانة اللي مطلقة واندها ابنية عند عشر سنة وشكل سكنهي ويديالها وقد يعرفوا الدول ظروف ديالها وانتمنى ان شاء الله اي واحد من القروب الرحيمة يتفاعل معنا في هذا المباشر هذا ويعون هذا الناس هذا اختي شرفينا بالاسم ديالك معك اكرم من وجده اخي اختي بقيت اول حاجة قبل ما تتوقيك كنت دير الحياة كنت مزيانة اخي كان وشي شوية مشاكل بسع مشاكل ما دابا كنت شوية يعني بعدها كان شوية كان هزب صروف كان هزب بنته ده بعد 4 سنين ووصنك فيها كان ما كي يشوفها ما كي يجي اندعام مواني اي ما حبتوش تدوش تدعوك محكامها انا لا انا كنت داجة نهار اللي غدي نهار اللي تفارق انا ويدنا اطلق اتفاقي يعني قلت يلا سنتحل في كل شي ما سمحتلوها في حقوق ما سمحتلوها في حقوق نتابنتي سمحتلو فيهم بشي تلق يعني ومن بعد كيف مشي تريد يعني اجتيم على كيف رشعات الظروف رشعات الظروف قاسية يعني قلت لك اخويا يعني كريال ماد دول البنية تقرأ تبغي هاكا كثوة تبغي حاجة مهمة للا اعلم مدرسون دباني المشكل لديه هو ان الفاتورة نتعال كاربا كلمت فيها 24 فاتورة اخويا وما لقيتش منين عام اخويا وما لقيتش 20 فاتورة اراها كيف ما قلت انت قريب عامين وعام وتمشهر ولا مهمة لها كالين ما خلصتش حيت بزاف كيش شوية غالية اخويا وكل مرة نقول غادي يعني ما ملحقتش كيف مقال هذا مع الوليدة وشوية كبيرة وغير الوليدة معاونانا شوية انا كنخدمها كمرة مرة عند الناس كنبير الميناج اخويا يعني نهار تخدمي سيمانا ما تخدميش يقول نطلب المحسنين يتعاونوا معايا لجل الله وصفية بالنسبة للمكلا بالنسبة للمكلا والأخويا واشغالي نقول للمكلا الحمد لله يعني قاع الابن المقاع مأخر تصري غادي يأكل خفز وغادي يكون مالش يبقى بالجوع بالنسبة للكرية اخويا وبزاف الحوايج مشي البنية تحل عينيها عند عشر سنين كتعرف كتعج بها كاب حال هذه المرة والأخويا بساوحة حقا لا أردت لنشرحها لها يعني بزاف الحوايج المحرومة من البنت لا أجلت عليها أنا ولا الوالدة لي مشي مشكل كيم مو أخويا يأكل خبز وقا ايو الناس وخايا كيم مو أخويا يأكل يأكل من يأكل بخويا 250 وخمسين فرنق من سنجلب وهم مرة مصفت اللي ها يشعر في القطع وإذا قطعه للبنت ستتعقد وكتفهم بزاف يعني تسول على شماما وعلى شماما وعلى شماما وكنطلب من الناس ومن القلوب الرحيمة الله يشوفوا هذا الخر هذا المنشور ديالي وتعاونوا معايا هذا الشي اللي نقول وربي اللي سيجزي كل واحد ما عملت يا بردك تلقي مشكلة باش تلقي المشكلة مكاين شمع مكاين خويلة ديبلوم لا تشي حاجة أنا قريت حديث تانية دادي يعني كي تطلبوا بحلوكي مكاينش غيم غير الميناج الميناج هو اللي كتلقي ويلقتي الميناج بوحدة من دائل كي اللي تعتك 20 درهم كي اللي تعتك 50 درهم كي اللي تعتك والحمد لله كان ديباني بحلوكي كان ديباني بحلوكي كان نخدم مجورني كان نجيب يعني باش ندوز داك النهار باش ناكله باش نشربه وغدالي عاو تاني مدبروها حاكي بسبل الكرياء كيف تخصوه كرياء الكرياء الوالدة عندي خدامتها هي عند واحد السيدة قلت لك انهم هدي دا بمدة قديمة عشر سنين ولكن شي كات يعني هما كيتعاونوا مع هما والدة يعني كبيرة كاتش هيها كتتعاون معهم كتعطيها واحد اما يعني بها كنخلص الكرياء كرياء اخوية 80 الفرق بيتو كزين اخي المسانات بغتوشيها لكيشف الخيلة ووجي نقول لهم بلي يعني نصرها كدل الخير وكلش يعني يعني ركاين الناس اللي محتاج المساعدة ديالهم يعني نطلب منهم يتساعدوا معي وتساعدوا معقا اللي محتاجين هاتش أصبح إرتفاع الاسعار وليما بزاد رهة اه كما نقول هادوك الفلس ليه شي تخلص بهم دولة هذي تزيديهم في الارتفاع انت الزيت وتزيديهم في الطباء وهذه تقول يتشوفي وليك شي توفره من هنا احيان او موفره من هناك ولينا عملتاني مكين فرطة شي حاجة لاب والله يلا شمخطرات يعني 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 ما كيله زيت لاسكر لا واللو الزيت غالية ماندك مش شريها شكرا يا اخوة يا الله ورحمة الوالدين